أستاذ أماني تتفضل؟ سلام عليكم وإصدرت الشيخ عليكم سلام حركاته تفضل يا فندم جزاك الله كل خير عني يا فندم والله يرضى عنكم ومبارك فيكم يا سيكتب الله يخليك يا فندم فندم أنا لي عند حضرتك سؤال أنا كنت متجوزة ودلوقتي أنا مطلقة ولما كنت متجوزة أعطيت زوجي دهب هدية وكنت أنتظر مقابل هذه الهبة الهبة يعني شيء من المواد ده والرحمة والتقبير وحصل المعاشرة اللي أنا اتحرمت منهم في أثناء عشرتي معاه وبالرغم من ذلك لم أجد هذا لم أجد ما انتظرت منه هل من حقي استرداد هذه الهبة بعد الطلاق ولا ما ليش الحقي في استرداد الهبة بيعتبرها الهبة يعني هل شرعا إن أنا لو طلبت بفلوس الدهب ده تاني أو الدهب نفسه وهل أستردها دهب ولا أستردها قيمتها فلوس في الوقت الحاضر اللي أنا طلقت فيه أجاوب حضرتك يا أستاذ أماني أول حاجة أنت فعلت الخير وأخذت علي السواب فخلاص مش هينفع ترجع في هبتك والهبة دي أنت ما كانتش هبة السواب يعني ما كانتش الهبة دي أنت مندياله حاجة عشان يديالك حاجة ده مش عامل زي النقطة في الأفراح ولا أي حاجة أنت اديتيله الفلوس رجاء أن قلبه يرئ ويحن عليك ودوة اللي موجود في الهبات كلها تهاد وتحبه فأنت أعطيتيه الهدية رجاء أن يحصل لك الحب على ما قاله صلى الله عليه وسلم تهاد وتحبه فأنت تديله الهدية وأصدى أن أنت تديهله على سبيل الهبة وليست هناك مفهوم آخر غير الهبة لا هي دين ولا هي قرض ولا هي أي حاجة خالص فإذا كان الكلام ده فخلاص الهبة ساعة أخذها دخلت في ملكه دخلت في ملكه وخلاص أما بقى اللي أنت حضرك بتقولي عليه دلوقتي فأنت عايزة ترجعي في هبتك ورسول الله ضرب مثالا لذلك ومثال ليس حسنا فأنت بتقولي دلوقتي باعتبار أنه مدنيش اللي أنا كنت محتاجاه فهل لي أن أنا أرجع في الهبة دي تاني لا ليست لك أن ترجعي في هذه الهبة وهذه الهبة خلاص صارت هبة لا يجوز لك رجوع فيها ترجمة نانسي قنقر